حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها من المواقع المحلية آخر يملي يصنع أحذية ملوك اليمن القديم مهددا بتوقف في الصحافة العربية مبلغ مالي على كل عملية يجريها الأطباء في صنعاء الرئيس الأمريكي السابق يقترح تسليم الحكم للنساء لمدة عامين وانتظار نتائج أهلا بكم بينما يقف الملك يصدق أيل فرعم شرح ملك أوسان بحذائه اليمني حاملا الرقم نام 609 في متحف عضل الوطني يفتتح صانع أحذية الملوك الأخير ذكانه كل صباح في سوق المنقالة بصنعاء القديمة يمارس مهنته التي توشك على الانقراض في صناعة الصارم وعنوان موقع أنسام أحذية ملوك اليمن القديم وحكاية الصانع الأخير من وادي مرخى أحد أودية شبوى شرق اليمن الذي أقيمت فيه مملكة أوسان جاء تمثال الملك يصدق أيل فرعم شرح واقفا في وضع تعبدي على قاعدة مربعة منحوط عليها اسمه برسم المسند ويعود تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد يقول الدكتور محمد باعليان رئيس قسم الآثار والسياحة بجامعة عدن للبوابة اليمنية للصحافة الإنسانية أنسام يقول إن تمثال الملك يصدق أيل فرعم ملك أوسان يعد من أهم مقتنيات متحف عدن وإن تماثيل ملوك وملكات اليمن المنحوطة بدقة ساهمت في تعريفنا إلى الكثير من ملابس اليمن القديم ومتعلقاته من أحذية نعال وأحزمة في الصباح الباكر يفتح أحمد محمد حسين عطى دكانه في سوق المنقالة صنعاء القديمة يبدأ يومه في صناعة الأحذية التي يتفنن بصناعتها واستقبال زبائنه وقال عطى للموقع تعلمت هذه المهنة من والدي وبدأت بمزوولتها وأنا في العاشرة أبي وجدي كانوا يعملون بها بحسب عطى فإن هذا الحذاء الذي يقوم بصناعته من جلد البقر يسمى بالطرار الصارم والقدامة وأن معظم كبار السن في صنعاء القديمة لا يرتدون غير هذا الحذاء بعض الشباب الآن يأتون لشرائه من باب الارتباط بالتراث فقط لكن لا يوجد إقبال كبير قال برنامج الأغذية العالمية بحسب موقع المصدر إن المستفيدين من المساعدات الغذائية في اليمن زاد العام الجاري بنحو 50% ليصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 12 مليون يمني مقارنة بـ 8 ملايين مستفيد العام الماضي وأضاف البرنامج أنه برغم المساهمة الكبيرة التي يقدمها البرنامج في اليمن إلا أنه لا يزال ما يزيد عن 11 مليون شخص في اليمن يكافحون بشكل يومي من أجل الحصول على ما يكفيهم من الغذاء وأشار البرنامج إلى انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية طوال الـ 12 شهرا الماضية إلا أن التحليل الذي أجراه البرنامج أظهر أن نحو 22 مليون شخص في اليمن ما يزالون يجدون أنفسهم مضطرين لتقليص عدد الوجبات أو التخلي عنها من أجل الحفاظ على ما لديهم من المخزون الغذائي الضئيل لأطول فترة ممكنة ويقدم البرنامج مساعدات غذائية لأكثر من نصف عدد السكان في كافة المناطق التي شهدت مواجهات عنيفة خلال هذا العام في محافظات حجة والصعدة والحديدة والبيضاء والضالع ضوائل التخلف اليمني سوسيولوجيا الأبو والمعيقة حضاريا تحت هذا العنوان كتب فارس البيل مقاله المنشور في موقع المدنية وقال الكاتب في جزء منه يحضر المجتمع اليمني في التاريخ والحضارة بشكل لافت ولا يكاد يغيب ذكره في كتب التاريخ ومدونات التحول البشري أو التذكير بفرادته في مواقف عديدة أو ذكر نماذج من شخصياته وممالكه وأساطيره ومهارته في اللغة والحكم أو الانتشار الذائع في الهجرة والترحال أو المشاركة في الحروب المبثوثة مع الممالك والديانات بالرغم من هذه الرمزية الحضارية الكثيفة لموقع ومجتمع مهم ومؤثر في التاريخ القديم فإن آثار هذا الإرث في العصر الحديث تكاد تكون مفقودة كما لو أن ذلك الامتداد الحضاري ينقطع أو غاص في رمال التحولات وكأن المجتمع الذي يقطن اليمن اليوم لم يأخذ من موروثه وحضارته سوى الأسمال والملامح المحفورة في الوجوه والأودية يحتاج هذا الانقطاع بين الموروث والراهن إلى الدرس والتنقيب في أسبابه وأثاره لإدراك أبعاد هذه الفجوة بين تاريخ تالير وحضور مؤثر في الزمن القديم وبين تخلف وضمور وشتات وضعف حضاري وتنموي كبير في عصر التقدم المذهل إذ من المستغرب أن تحضر مجتمعات نشأت بعد المجتمع اليمني بآلاف الصنين في هذا العصر بكل نهوضها وتقدمها بينما المجتمع اليمني يكاد يكون الأسوأ على الأرض في نواحي الحياة وحاجات العصر بكل ما لديه من حمولات تاريخية وحضارية لا تكاد تبين في حاضره في مفارقة لا تكاد تقبلها السنن والدلالات ولعل ما يعاني منه المجتمع اليمني المعاصر اليوم بصرف النظر عن العوامل السياسية والاقتصادية والبيئية يعود بالأساس إلى طبيعة إدارة هذا المجتمع لعلاقاته وسلوكه ومنها تتأثر بقية العوامل المذكورة وغيرها ولنبدأ بأول دوائر التخلف وهي في تقديرنا ذات مضمون اجتماعي وثقافي وتتعلق بعلاقة الأباء بالأبناء في مجتمعنا وما يتوالد عنها من تصورات وسلوكيات معظم من تستعرض بهم ميليشيا الحوثي في احتفالياتها المختلفة وبعض عرضهم تقوم بإرسالهم إلى الجبهات لا تظهرهم وقد أصبحوا قتلا وفقا لموقع الصحوانت ميليشيا الحوثي تشيع العشرات من قتلاها وأكدت مصادر مطلعة مقتل أكثر من عشرين عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية اليومين الماضيين في جبهات الضالع وارتفع عدد القتلى من الميليشيا الحوثية إلى واحد وعشرين قتيلا من أبناء محافظة إب بعد تشيع أربعة من قتلاها بالردمة ويريم وأكد مصدر طبي في محافظة إب استقبال مستشفى خاص بالمدينة لخمسة وعشرين جريحا من الميليشيا وصيبوا جراء مواجهات في جبهات شمال غرب الضالع وكانت الميليشيا الحوثية قد شيعت نهاية الأسبوع الماضي أكثر من خمسة عشر عنصرا من قتلاها في مختلف مديريات المحافظة يشكل الانترنت في اليمن متنفسا وحيدا لكثيرين من سكان البلد الذي يعاني من حرب منذ أكثر من أربع سنوات كما تقول صحيفة العرب الجديد في ظل تقلص عدد المستخدمين للتلفزيون نتيجة انقطاع الكهرباء عن معظم المحافظات غير أنه يتحول في أوقات عدة إلى مشكلة تضاعف المعاناة بشتاء نوعها يواجه الإعلامي عبداللطيف الواشالي صعوبة في إرسال التقارير التلفزيونية للقناة التي يعمل مراسلا لها من صنعاء نتيجة بطء الانترنت خاصة في الأحداث الطارئة التي تستنزم السرعة في التغطية ومواكبة الأحداث تفتقر اليمن إلى البنية التحتية للاتصالات بشكل عام إذ ما زالت المؤسسة العامة للاتصالات والانترنت تستخدم الأسلاك النحاسية عبر خدمة الـ ADSL وهي قديمة جدا أنشئت لغرض الاتصالات الهاتفية المهندس زكريا الكيناعي وهو أحد مؤسسي حملة تحسين الانترنت في اليمن قال إن هذه الشبكة ضعيفة وقديمة جدا وغير قادرة على توصيل خدمة مناسبة للمواطن علاوة على أنها غير متوفرة في الكثير من المناطق في العاصمة وبعض المحافظات اليمنية إلى جانب بطء الخدمة تعد أسعار الاستهلاك للانترنت في اليمن مكلفة جدا ما يشكل صعوبة كبيرة في الحصول عليها من قبل الكثير من سكان البلد الذي يقع 80% منهم تحت خط الفقر غسان شربيل يكتب في صحيفة الشرق الأوسط عن مشاعر مواطن عربي يعيش في لندن ويتابع الانتخابات وصعودة وهبوط الحكومات ويشعر بالألم لما يحدث في بلده الأصلي وقال غسان استيقظ باكيران هذا يوم استثنائي في حياته سيقترع في الانتخابات البريطانية سمع رفاقه في العمل يقولون إن ممارسة حق الانتخاب واجب لا يجز التنازل عنه وإنه فرصة لمشاركة وممارسة الرقابة والتصحيح وإن الإنجازات ليست ممرة لإقامة مفتوحة وإن تشيرشر الكبير عاقبته صناديق الاقتراع وإن مانغاريت تاتشر التي كسرت غرور الجنرالات الأرجنتينيين وأعادت العلم البريطاني إلى فوكلاند إنحنت هي الأخرى أمام مشيئة صندوق اقتراع الديمقراطية لا ترحم شارد جيغول المديد القامة واللامع التاريخ خذله الفرنسيون في استفتاء فانكفأ إلى التقاعد في قريته قرأ في الصحف أنها انتخابات حاسمة وهي كذلك بالنسبة لعلاقة بريطانيا بأوروبا وربما بالنسبة إلى وحدة المملكة المتحدة نفسها انتخابات حاسمة لكنه لم يشم في شوارع لندن رائحة حرب أهلية مقتربة رغم عمق الانقسام يبتسم هذه شعوب قاتلت وتعلمت واستنتجت طردت صحن الحرب الأهلية من وجباتها الحرب الأهلية اقتصاصنا تذكر المشاعر المتضاربة التي اشتاحته حين منح الجنسية البريطانية هبت عليه رياح الثقافة الريفية القديمة هل يخون المرء وطنه حين يحتمي بجواز أجنبي كي يحرم سفارة بلاده الأصلية من متعة إذلاله ومعاقبته على أفكاره أو مواقفه أو حياده وهل يعني الجواز الجديد قطعت تلك الشرايين التي تربطه بالتراب والأغاني ونشيد الوطني وهل صحيح ما يقوله رفاقه الجدد من أن عظام أجدادك ليست أهم من مستقبل أحفادك يحب بلاده لكنه كان فيها صفرا وخائفا وممتهنا كان عليه دائما أن يخشى وأن يتملق وأن يخفي رأيه ومشاعره كان عليه أن يشيد بالمطرب المعتمد رسميا وأن ينوها بالعناوين المتشابهة للصحف التي تصدر استنادا إلى الحرية المسؤولة كان يخاف من مندوب الحزب في الحي لأنه مندوب المخابرات أيضا تقرير صغير منه يدفعك إلى بوابات الجحيم الصحافة العربية تتحدث عن سيطرة ميليشيا الحوثي على مرافق الحياة في صنعاء وكيف تنهب جميع القطاعات وعن ولد صحيفة الشرق الأوسط جبايات حوثية جديدة في صنعاء تهدد بنسف القطاع الطبي وقالت الصحيفة إنه استمرارا لمسلسلها الذي كانت بدأته قبل أشهر قليل ماضية عاودت الميليشيات الحوثية الإنقلابية استهدافها المباشر والممنهج لما تبقى من المنشآت الطبية والصحية في العاصمة صنعاء وتحت ذريعات ضرائب الداخل هذه المرة وكشفت مصادر طبية في صنعاء عن تنفيذ الميليشيات الأسبوع الحالي حملات ابتزاز ونهب طالت أكثر من 13 مستشفى خاصة في صنعاء الواقعة تحت سيطرتها بهدف فرض جبايات وإيتاوات جديدة وغير قانونية وعدت المصادر أن الهدف من الحملة الحوثية هو التضييق على من تبقوا من منتسبي القطاع الخاص الطبي في أمانة العاصمة واستفزاز الناس وحرمانهم من التداوي وتلقي العلاج في تلك المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى وتوفير بيئة لتفشي الأمراض والأوبئة وبحسب المصادر فإن التدابير الحوثية القمعية التي طالت المؤسسات الصحية الخاصة في صنعاء لم تشمل في الوقت نفسه المستشفيات الأخرى الخاصة التي تعود ملكيتها لقيادات حوثية بارزة كما أن الميليشيا فرضت من خلال حملتها الجديدة على المستشفيات المستهدفة ضرائب مالية عن كل عملية جراحية يجريها كل مستشفى وكشف أطباء وعملون صحيون بعدد من المستشفيات المستهدفة عن تلقيهم أثناء نزول الميليشيات المسلحة إليهم الأسبوع الحالي أوامر تفرض ضريبة على كل عملية يجريها أي طبيب في المستشفى بنسبة 4% إذا كان لدى كادر المستشفى رقم ضريبي أما إذا لم يكن لديه رقم ضريبي فتتم ضاعفة النسبة إلى 15% محكمون بمائة عام من العزلة تحت هذا الأنوان كتبت حنان كامل الشيخ مقالها المنشور في صحيفة الغاد لو ضاع منك كتاب فسوف تغضب لو كنت محباً للكتب وهاوياً للقراءة فكيف لو ضاع مؤلف أو كتاب أو مؤرخ أو مفكر؟ أعتقد أن خسارة هؤلاء من نوع الخسارات التي لا يمكن أن تعوض وعد غياب أصحابها ولو جاء من بعدهم أجيال مؤلفون ومؤرخون جدد بسبب العزيمة المختلفة والنكة والدوافع والأساليب ربما لا يعتقد شباب الجيل الحاضر بأهمية خبر رحيل أشخاص مثل هؤلاء لأنهم في الأصل غير معنيين بغياب الرواية والتاريخ واللغة والاقتباس لذلك فالذين يشعرون بالحزن على كتاب ومؤرخين وشعراء وفنانين يقدرون فرضية تلاشي الرواية الحقيقية للأحداث بفقد الرواة والمؤرخين فنوا وكتابة وتوثيقة أصام سخنيني مؤسس مركز الأبحاث الفلسطيني في بيروت منتصف العقد الماضي سعى طوال حياته المهنية إلى جمع الوثائق المتصلة بالصراع العربي الصهيوني ومقابلتها بشلال من الأبحاث والدراسات الميدانية سعت إلى تفنيد المغالطات التاريخية عبر منهج علمي محترم وبغياب مثل هذا المنتج المحارب تفتقد فلسطين حرفيا جبهة علمية وفكرية كانت قادرة على الرد بل وتستبق للدعاء الباطلة بفرش الحقائق والدلائل استباقيا وللحقيقة فإن ما قام به صالح علماني يعد نقلة نوعية في تنوع ذائقة القراء وتشكيل اتجاهاتهم بل وقت باساتهم التي تعبر عن خواطرهم لذلك فإن غياب مثل هذا المبدع الفذ الحساس المنتمي ضمنيا لحكايا الفقراء ومتوسطي الدخل خسارة فادحة سيكتشفها الجمهور بعد أعوام يقول جابريل غارسيا ماركيز قبل أن يصل إلى بيت الشعر الأخير كان قد أدرك أنه لن يخرج أبدا من ذاكرة البشر في اللحظة التي ينتهي فيها أوريليانو بويندا من حل رموز الرقاق وأن كل ما هو مكتوب فيها لا يمكن أن يتكرر منذ الأزل إلى الأبد لأن السلالات المحكومة بمئة عام من العزلة ليست لها فرصة أخرى على الأرض أزمة الدبلوماسية بين بلدين والسبب وفقا لصحيفة القدس العربي حديث وزير داخلية استونيا عن أصغر رئيسة وزراء في العالم وعنونات الصحيفة استونيا تعتذر لفنلندا بسبب إطلاق وزير داخلياتها هذا الوصف على أصغر رئيسة وزراء في العالم وقالت الصحيفة أن دولة استونيا قدمت اعتذارا رسميا إلى فنلندا على خلفية وصف وزير داخلياتها مارت خلمي رئيسة الوزراء الفنلندية الجديدة سانا مارين بالبائعة وتسبب وصف خلمي لمارين أصغر رئيسة وزراء في العالم 34 عاما البائعة خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني في وقت سابق بأزمة بين البلدين وقدمت رئيسة استونيا وهي دولة تقع في منطقة بحر البلطيق بشمال أوروبا اعتذارا اعتذار بلادها الرسمي عبر رسالة إلى نظيرها الفنلندي ساوليني نيستو معربة عن أسفها من الحادث وقال وزير الخارجية الفنلندية السابق أورماس بايت في تغريدة عبر تويتر إن كلام خلمي أضر بالعلاقات الاستونية الفنلندية ويجب إقالته جراء ذلك وفي السياق ذاته تضامن العديد من الوزراء الاستونيين مع مارين التي كانت تعمل بائعة في شبابها عبر مشاركتهم لوسم نفتخر بها في المنصات الاجتماعية كما نشر نفس الوزراء صورهم وهم يبيعون الصحف ويقودون الحافلات في شبابهم في تفسير احتجاجات العرب بحث الحكام والمواطنين عن عقد اجتماعي جديد تحت هذا العنوان كتب عمر حمزاوي مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا كانت حركة التحرر الوطني التي اجتاحت العالم العربي في أعقاب الحرب العالمية الأولى 1914-1918 وتمكنت بعد الحرب العالمية الثانية 1939 إلى 1945 تمكنت من إجلاء المستعمر الأوروبي البريطاني والفرنسي قد نزعت إلى إعلان الجمهورية لكي تملأ الفراغ السياسي الذي خلفه رحيل الإدارة الاستعمارية إلا أن صعود ضباط الجيوش كحكام للجمهوريات امتد إلى أبعد من البلدان التي تصدى بها العسكريون لقيادة حركات التحرر فقط في تونس ولبنان ولم يستطع العسكريون مناوأة حكم المدنيين غير أن نخب الحكم المدنية والعسكرية تشابهت في إدارتها لشؤون المجتمع والسياسة والاقتصاد في الجمهوريات وعنتج ذلك نظماً سلطوية استحوذ بها الحكام على صلاحيات مطلقة وتحللهم ومؤسساتهم التنفيذية من مقتضيات الرقابة والمساءلة والمحاسبة واستتبعوا بها المؤسسات التشريعية والقضائية والدينية استقرت إذن النظم السلطوية في الجمهوريات وتحول حكامها عملاً إلى رؤساء مدى الحياة وصنعت من حولهم هالات القادة الملهمين والأبطال الموقذين وتركت لهم الأغلبيات العربية شؤون السياسة والاقتصاد دون كثير معارضة بين تسعينيات القرن العشرين وانتفاضات 2011-2012 واجهت نخب الحكم السلطوية حراك الأغلبيات تارة بالقمع وأخرى بالانفراجات الديمقراطية الجزئية تارة بتقديم التنزلات الاقتصادية والاجتماعية للأغلبيات هي إذن حالة من الصراع المستمر بين نخب الحكم والأغلبيات تلك التي صاغت واقع الجمهوريات العربية ولم تكن انتفاضات 2011-2012 وليست احتجاجات 2019 سوى ترجمة مباشرة للفشل المتواصل للحكام والأغلبيات في التوافق حول شروط وأثمان عقد اجتماعي جديد قد يبيح للجمهوريات من جهة التحلل من مسؤولياتها الأبوية تجاه الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل ويحرر المواطنين من جهة أخرى من واجبات طاعة الحكام ويخضع هؤلاء لإجراءات الرقابة والمساءلة والمحاسبة نواصل متابعتنا لمحاولات الديمقراطيين عزل الرئيس الأمريكي المثير للجدل دونالد ترامب حيث تعنوين صحيفة الڭارديان البريطانية مساعي العزل الديمقراطيون يخسرون سواء مضوا أم تراجعوا تقول الصحيفة فكرة أن جهود العزل سوف تضير بحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية المقبلة هي فكرة ترتكز على أسطورة وجود مرشح جمهوري معتدل وهو شيء غير موجود تضيف الصحيفة الجميع يعلم أنه حتى لو نجحت جهود عزل ترامب عن منصبه من قبل مجلس النواب فإن مجلس الشيوخ لن يسمح بتمرير الخطوة التالية وسيكون التصويت في مجلس الشيوخ دون شك رافضا لعزل الرئيس على أسس حزبية حتى نواب الحزب الديمقراطي في الكونغرس يعرفون أن جهود العزل لا تلعب دورا جيدا على الصعيد السياسي لأن الناخب الذي يميل للتصويت إلى الديمقراطيين سيشعر بالتشويش بسبب كثرة الاحتمالات في هذه المساعي ويفيد التقرير الذي ترجمته البي بي سي في النهاية الديمقراطيون خاسرون سواء أكملوا مساعي العزل أم أوقفوها لكنهم أوضحوا للجميع كيف يقوم ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة جهود الكونغرس الرئيس الأمريكي السابق باراك أماما يقترح أن تحكم النساء العالم سنتين وقال وفقا للبي بي سي أيتها النصوة أريد أن أحيطكن علما بأن كنا لستن مثاليات ولكني أستطيع القول بشكل مجال للشك فيه بأن كنا أفضل منا أي معشر الرجال ومضى الرئيس الأمريكي السابق للقول أنا على ثقة تامة بأنه لو قادت النساء كل دول العالم لسنتين سنرى تحصنا ملحوظا في كل المجالات من مستويات المعيشة إلى النتائج النهائية للصراعات وعندما سئل عن إمكانية عودته إلى المعترك السياسي قال إنه يؤمن بأن على القادة أن يتنحوا عن الحكم عندما يحين الموعد المناسب وقال إذا نظرتم إلى العالم والمشاكل التي يواجهها سترون أن سبب هذه المشاكل الأساسي هو رفض كبار السن ومعظمهم من الرجال التنحي عن مواقعهم أو أضاف من المهم للزعماء السياسيين تذكير أنفسهم بأنهم يوجدون في مواقعهم لأداء عمل معين ولكنهم ليسوا في تلك المواقع مدى الحياة لستم في مواقعكم لدعم شعوركم الشخصي بالأهمية احتجاجات وحرائق وعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإجراءات الديمقراطيين لعزل ترامب إنها أهم أحداث عام 2019 كما برزت قضايا سياسية واجتماعية واعتداءات إرهابية عديدة الـ DW تنشر عدد من أبرز صور أحداث العام نتابع في جولتنا المصورة لهذا اليوم نتابع في جولتنا المصورة لهذا اليوم ببضعة خطوط بسيطة يمتلك فن الكاريكاتير قدرة ساحرة على السخرية وممارسة النقد ببلاغة عادية بل يمكن القول إنه البلاغة إلى أقصح رسالة من الفنان إلى المشاهد في سياق مشترك قائم على بنية الواقع الذي يعيشانه معا نتابع إذن بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم شكرا على المتابعة إلى اللقاء